ترجمة نانسي قنقر 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 وحدثت كثير من المشاكل هناك تقاضي نتيجة هذا الانفلات أو عدم وجود تشريع نظم هذا العملية في بعض الدول هناك نظرية أخرى تقول بأنه يجب أن نلتزم بمواثيق الشرف ومواثيق الشرف من إشكالياتها غير ملزمة والنظرية الأخرى هي أنه يجب أن يكون هناك تشريع وتنظيم ولكن بما يحفظ حقوق الموظفين العاملين في المؤسسات الإعلامية بما يحفظ حق الصحفي الحق العام ونحن في البحرين ولله الحمد والمنى ليس لدينا أي فراغ تشريعي لدينا قانون الصحافة 2002 وهذا القانون نحن الآن نعمل على تطويره لدينا قانون جراءة إلكترونية بعدما دخل الإعلام في هذا المجال بشكل الواسع ولدينا قانون العقوبات اللي يحمي أي قطاع بشكل غير مباشر الآن نحن انتهينا من من أعداد مشروع قانون أو تطوير مشروع قانون 2002 الصحافة وأضفنا لبند الإعلام الإلكتروني وتم رفعه إلى مجلس الوزراء وتم تمريره إلى اللجنة المختصة بالإعلام ومن ثم سوف يمرر إلى السلطة التشريعية إضافة إلى أن الأخوة في السلطة التشريعية لديهم مقترح مشروع وسوف يتم تدارسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر